اشتركوا في القناة أن يجمع كلمة المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يزيل عن سماء أمتنا الإسلامية غيوم الفرقة والتشتت والإرهاب والتكفير إنوان كلمتي ورغبة العودة إلى الأمة الإسلامية ذات الهوية الواحدة يؤكد كتاب الله سبحانه وتعالى على أن الأمم التي أرسل الله سبحانه وتعالى إليها رسله وبعث إليها أنبياءه وأنزل عليها كتبه كلها جميعا أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك فما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إلي وأكد ذلك مرة أخرى سبحانه وتعالى حينما قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فأعلن سبحانه وتعالى أن لا علقة بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين أولئك المجموعات التي تفرق الدين وتمزق الأمم وتحولها وتحولها إلى فرق متناحرة متباغضة متحاربة يقتل بعضها بعضا وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالذات وجاء في أكثر من حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المضمون لا ألفينكم بعدي يكفر بعضكم بعضا ويضرب بعضكم رقاب بعض وبهذا المضمون وردت أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وإن كانت ألفاظها مختلفة قد أكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمنين إخوة وهذا ما كان أكده كتاب الله سبحانه وتعالى إذ قال إن المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وإنما جاء هذا المفهوم مفهوم الأخوة بين أتباع الأمة الإسلامية تفريعا على مفهوم آخر وهو مفهوم أبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكل مسلم انتمى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدين وجاء في الحديث أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله هو أبو المسلمين جميعا وجاء في تفسير قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم وأزواجه أمهاتهم جاء في تفسير هذه الآية وهو أب لهم ولم تكن هذه الأبوة أبوة النسب وإنما كانت هذه الأبوة أبوة الهوية وأبوة الروح وأبوة القناعة الواحدة وأبوة القيم العليا التي يتفق عليها المسلمون أبوة ألا تلك القيم التي ربى عليها محمد أمته صلى الله عليه وآله وجاءت الآية تصف أمة محمد وتقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء أبوة رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورذوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا بأنه رحمة للعالمين جميعا فقال سبحانه وتعالى إن أرسلناك رحمة للعالمين هذه الرحمة هي الرحمة التي تنبثق منها بنوة وكل مسلم هو ولد لهذه الرحمة نحن كمسلمين لابد أن نكون أولاد هذه الرحمة التي انبثقت من رحمة الله سبحانه وتعالى أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين رحمة للعالمين أليست هويته هوية الرحمة أليست هويته هوية السلام والأمن أليس البيت الحرام هو بيت الأمن مثابة للناس وأمن هكذا يصف الله سبحانه بيته الحرام وأليس هذا البيت الذي هو بيت الأمن هو بيت أمن المجتمع البشري كله وأليس هذا البيت الذي هو بيت الأمن هو بيت أبينا إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل هناك أبوة سابقة لهذه الأمة هي أبوة إبراهيم وقد جعل الله سبحانه وتعالى بيته الحرام بيتا لإبراهيم الذي هو إمام الرحمة وهو الأب الأول الأقدم لهذه الأمة المباركة وقال سبحانه وتعالى وَلَقَدْ بُوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ إبراهيم أبونا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس أليس إبراهيم الأب الأكبر لنا ولأديان الله سبحانه لأديان الإبراهيمية أليس هذا الأب الأكبر لنا أبا لنا كمؤسس هذه الملة التوحيدية وأبو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبو آل محمد صلى الله عليه مجمعين وأبو هذه الأمة التي انبثقت من رحمة الله سبحانه وتعالى أليس كان ينبغي لهذه الأمة وأليس كان ينبغي لرعاة هذا البيت بيت الله الحرام بيت محمد صلى الله عليه وآله وبيت إبراهيم الأب الأول لنا جميعا أليس كان الأولى لرعاة هذا البيت ولرعاة هذا البلد أن يرفعوا في العالم علم السلام والوحدة بين البشرية جمعا فكيف بين المسلمين أليس كان ينبغي لرعاة هذا البيت أن يلملموا شعث هذه الأمة بدلاً أن يفرقوا شعث هذه الأمة وأن يمزقوها فرقاً وأن يقوموا بتأسيس الفضائيات التي لا تبث إلا روح الكراهية والفرقة بين المسلمين والعجيب ومن أعجب الأمور أن هناك دعماً مالياً لفضائيات تبث سموم الفرقة تحت شعار الشيعة أحياناً وتحت شعار التسنن أحياناً وكلتاً المجموعتين من الفضائيات مدعومتان من بلد واحد ومن مال سعودي واحد أليس من الغريب أن السعودية تدعم فضائيات تسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترمي زوجات النبي بأقبح ما يكون من التهم تتلبس بلباس التشيع والتشيع منها أبراء ولكنها مدعومة بمال سعودي ومقرها هذا البلد معلسف مما ينمغي لهذا المؤتمر أن يدعو إليه أن نطالب هذه البلدان أن تكف عن بث الكراهية بين الشعوب المسلمة الإرهاب الذي بدأ يذبح أبناءنا وبدأ يشتت شملنا هذا الإرهاب المهد الذي تربى فيه هذا الإرهاب هو مهد هذه الفرقة ومهد هذه الكراهية هذه الكراهية التي نشرها بين المسلمين دعاة الفرقة التي انبثقت هذه الفرقة مع الأسف من الوهابية السعودية نحن نقول كناصحين وما زلنا نأمل لحكام السعودية أن يعودوا إلى رشدهم أن يعودوا لكي يحملوا لنا وكي يحملوا لجميع البشرية وللأمة الإسلامية لواء السلام وأن يدعو إلى السلم والسلام والأخوة والوحدة بين المسلمين جاء إلي السفير السعودي في طهران قبل سنتين تقريبا زارني في مكتبي وكان الرجل رجلا حكيما في وقته قلت له أقترح عليك أن تقترح على قادة السعودية بعض المقترحات المقترح الأول إذا كانت السعودية تحب وتريد أن تكون قائدة العالم الإسلامي نحن لا نخالف ولا نمانع من ذلك العالم الإسلامي يحتاج إلى قيادة واحدة لكن على هذه القيادة أن تجمع شمل المسلمين وأن توحد كلمة المسلمين وأن تتصدى لأدفاع عن حقوق المسلمين في العالم كله أما أن تكون هذه القيادة تريد أن تتدخل في شؤون العالم الإسلامي وتفرط الحروب على العالم الإسلامي وتشن الحرب على هذا البلد وعلى ذلك البلد وتثير الشغب في هذا البلد وفي ذلك البلد وتدعم الإرهاب وتخلق القاعدة هنا وتخلق الداعش هناك وتخلق جبلة النصرة هناك ثم تريد أن تتزعم العالم الإسلامي هذا ما لا يكون هذا ما لا يمكن أن يكون أنا قلت له فالترفع السعودية راية التقريب بين العالم الإسلامي والترفع السعودية وقادة السعودية وعلماء السعودية راية الوحدة الإسلامية حقا ونحن كلنا مستعدون لكي نسير خلفها لكن بشرف أن تكون مخلصاً فيما تقول قلت أيضاً لسفير السعودية إذا كانت السعودية تريد أن تكون لها الكلمة الأولى في العالم في العالم الإسلامي لها المال عندها مال ويمكن لها أن تستقطب دعم الأمة الإسلامية الكبيرة الواسعة من شرقها إلى غربها بشرط أن تدافع عن مصالح المسلمين بشرط أن تنفق هذا المال الذي هو مال بيت المسلمين الذي هذا المال الذي هو مال المسلمين ومال الشعب السعودي أن تنفقه في مصالح المسلمين أما أن تأتي المليارات السعودية لكي يشترى بها آلات حرب تفتك بالمسلمين أما أن يستخدم هذا المال السعودي لكي يفتت بين المسلمين ويشتت كلمتهم وتخلق الحروب هنا وهناك لا توجد عندنا مشكلة في بلد إلا ونرى للمال السعودي دخل في إثارة هذه المشكلة والفتنة في كل بلد عندنا فتنة في سوريا عندنا فتنة في العراق عندنا فتنة في البحرين عندنا فتنة في اليمن وأينما تولوا تجدون المال السعودي أمامكم في كل فتنة تثار في هذا العالم الإسلامي في أندونيسيا ذهب المال السعودي لكي يفتت كلمة المسلمين ويوزق كلمة المسلمين في أندونيسيا في موليتانيا في ماليزيا لماذا؟ من تخدمون؟ مصالح من تخدمون؟ هؤلاء الذين تخدمونهم أنتم يا قادة يا سعوديين هؤلاء الذين تخدمونهم سوف ينقلبون عليكم كما انقلبوا على نظرائكم أليسوا قد انقلبوا على صدام حسين؟ ألم يخدمهم صدام حسين عشرات السنين قاتل من أجلهم وقد صبر من أجلهم وقاتل الكثير ولكن في النهاية من الذي أسقط صدام حسين؟ هم جاءوا وأسقطوه وأشرفوا على إعدامه ذلك الذي خدم الأمريكان وخدم الأوروبيين وخدم المصالح الغربية لأكثر من ثلاثين سنة بإخلاص وقدم لهم كل ما يمكن أن يقدمه لهم أليس في مصير صدام حسين عبرة لكم؟ نحن نأمل من هذا المؤتمر العظيم من هذا الاجتماع العظيم الذي اجتمع على كلمة الله سبحانه أهم في هذا الاجتماع أن الذي جمع هؤلاء الشخصيات التي شاركت في هذا المؤتمر الذي جمعها في هذا المؤتمر هو الدفاع عن الحق والدفاع عن المظلوم ولا توجد مظلومية في هذا العالم أشد من مظلومية الشعب اليمن تقتل أطفاله تهدم مدارسه مستشفياته ولا من كلمة تعترض على هذا الذي يحدث في اليمن وإذا جاءت كلمة فلابد أن يكم ألفاه الذي يتكلم بهذه الكلمة أما بالمال أو بالتهديد وبأمثال ذلك نحن هنا ومن هذا البلد الذي يعتبر من همع واصم العالم نخاطب البشرية احذروا يا بشرية احذروا يا بلدان احذروا يا أوروبا احذروا يا أمريكا احذروا من دعمك لهذا النظام الذي يقتل الأطفال ويهدموا البيوت فإن هذا الدعم سوف ينقلب عليك وعليكم مرة وليس ذلك ببعيد والتجربة التاريخية أثلتت ذلك ونصوصنا الدينية تثبت ذلك من سل السيف البغي قتل به من حفر بئرا لأخيه وقع فيه هذه سنة الكون وهذه سنة الطبيعة الإلهية التي خلقها لا بد أن ترجع إليكم هذه المؤامرات ولا بد أن ترجع إليكم هذه النار التي تشعدونه لكي تحرقون به شعوب منطقتنا هذه النار سوف تحرق ويوتكم نحذركم من ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر الأمن في بلادنا الإسلامية أن يقر الأمن في اليمن الجريح المظلوم وأن ينصر الشعب اليمن نصرا عاجلا قريبا حتى يستطيع أن يقيم بيده حكومته التي يبتطيها وأن يقر الأمن والرفاه في هذا البلد الجريح نسأل الله ذلك إنه سميع مجيب والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر